تابعنا مشاهدين كرام وياكم في حلقة من حلقاتنا السابقة مسيرة كانت بعنوان عالم صغير وهذه المسيرة اللي لفت في كورنيش أبوظبي وكانت بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مباركة النهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات واللي كانت تهدف طبعا إلى لفت انتباه الناس إن الأطفال قاعدين يشتغلون دون السن القانونية وهذا شيء كبير بالفعل هاي المرة قصر الإمارات في فندق قصر الإمارات اليمعى الماضية احتضرت أكيد مبادرة تعالم صغير واللي سجل في حضور عدد من الوجوه الفنية والإعلامية وأيضا الشخصيات البارزة في المجتمع طبعا مثل ما هو معروف دائما أن الريع الخيرية هاي تؤمن أو تعطى للمنظمات الخيرية اللي تؤمن أكيد ببعض الأهداف منها أكيد المنظمات الخيرية اللي تؤمن بأن الطفل لها الحق بأنه يتمتع بأبسط حقوق ألا وهو المأكل والمشرب والملبس وأيضا الصحة والتعديم بالضبط دعونا نرى التقرير عن حفل عالم صغير جدنا نغني للسلام جدنا من أرض السلام من أرض كل الأنبياء أرض الحضارة والملاد سمول ويرلد هو حفل سنوي حفل خيري عم بيصير بأبو ضبي وهيدا الحفل طبعا برعاية الشيخ نهيان مبارك النهيان كل سنة سمول ويرلد منجرب قدمة فينا نساعد الجمعيات الخيرية الغير حكومية بأكبر عدد ممكن من الدول بالعالم وهيدي السنة هدفنا هو محاربة عبودية الأطفال ومثل ما شايفين معنا 19 جالية مش تلك معنا من مختلف دول العالم وكل جالية عم تقدم رأسها من بلدها فولوكلور أو كولتشر وأكيد أكل رح تقدموا من كل بلد عم تقدموها بالخيم الموجودة معنا هناك من أرض كل الأنبياء أرض الحضارة في البلد أوشي بالبداية أنا مش أول مرة باجي حفل خيري أو أنه بقدم إشي خيري أنه أكون موجودة صراحة هذا الأفنت كتير لفت نظري أنه هو أكتر من بلد يعني أنه الفلوس اللي حتدخل لها الجمعية رح تروح أكتر من بلد وأنا فخورة أنه الأردن موجودة اليوم بين البلاد العربية والأجنبية اللي مشاركة كثير مبسوطة أنه مشاركة بهذا الحدث واليوم رح أغني أغني إلى الأطفال حيكونوا معي مشاركين كل أطفال البلاد اللي موجودة بالحفل اليوم نركز جامعة الحصن بهيئة تدريسها وطلابها وجميع العاملين بها على المشاركة في الفعاليات الثقافية حيث أن الجامعة تضم جنسيات مختلفة يعني تزيد عن أربعين جنسية لأعضائها التدريس والطلبة والعملين في الجامعة الله اللي يجيب اللي يجيب اللي عيشها في حدار دومها فرحها إن شاء الله ما دم عشي في اتحاد كل يوم ترفع وطرفرف على براية الإمارات قيت لي هون عشان أساهم مما أن الفقراء يوصل لهم حاجات اللي أحنا بنا نخدها وبنشرقها أكل شرب ألعاب للأطفال لبس نجيف للعائلات كتب للتلاميذ المدارس فيتامينات أدوية عشان ربنا يجيبهم صحة ويقوموا ببلدهم ويقدروا يزرعوا وينتقوا كل حاجة لأنها مبادرات ضامنية بالأساس تكرس مبدأ نبيل يمكن أن نختزله في حق الطفل في الحياة يسعدنا اليوم مشاهدين كرام أن نستقبل سيدة سلام حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاش إيفنس والرئيس ومؤسس فعالية عالم صغير مرحبا صغير يعني مبادرة جميلة نبيلة بالفعل السؤال الذي يخطر في بال المشاهد يمكن لماذا اختصيته بعمل الأطفال بداية لا أطفال هوني مستقبلنا مستقبل أي دولي ومستقبل حياة فإذا بيبدو حياتهم بهالشكل مستعبدين أو مستغلين نحنا شنطرنا بالمستقبل فمنشان هيك نحنا كثير منركز على أنه مساعدت الأطفال وتحسين وضعا حول العالم لأن هناك فيه ممكن العديد من المجالات المختلفة بما أنكم أنتم اختصيتوا بالطفل كيف وجدتم بداية تفاعل إمارة أبوظبي معاكم إمارة أبوظبي دايما هي السباقة بعمل الخير والتبرعات كانوا خارجيا أو داخليا وبعدين إمارة أبوظبي سنت كثير قوانين لحماية الطفل بهسنين كلها يعطى يعني هي قدوة لغير دول هل تعتقدين أن هاي الأشياء كافية مثلا أم أنكم يعني في عندكم طموح أكبر من ذلك أكيد عنا طموح أكبر من ذلك نحنا عم نشن حملة توعي حول أبوظبي بالعالم لأنه نعتبر هذا الحفل حفل عالمي مش بس حفل بالوطن العربي حتى يعني المسمى للفعالية عالم صغير يعني شرح بسيط حتى المشاهد يفهم أكثر عن هذه الفعالية لإبدأ بـ Small World نحنا نركز على هدفين أساسيين أول هدف هو جمع الجاليات المختلفة تحت ثقف الإنسانية والفن والثقافي ثاني هدف هو مساعدة الأطفال حول العالم من خلال جمعة برعات ونبعث لجمعات الخيرية اللي بيختاروها هالجاليات حول العالم وعالم صغير اسم لأنه نحنا بها الليلة نجمع العالم كله فهو عالم صغير فعلا هو عالم صغير طب انت كلمت عن الجمعيات المساهمة معكم نعم خبرين عن الجمعيات هذا وكيفية مشاركتها معكم أو طبيعة المشاركة مشاركة من خلال الجاليات المختلفة المتعددة لازم تكون أكيد قطنين بالإمارات عنا جاليات السنة كان عنا تقريبا شعشرين جالي مختلفة يعني بينتسبوا إلنا من خلال جالياتهم أو من خلال سفراتهم حلو نعم يعني جاليات مختلفة مش من داخل الإمارات مثلا؟ هي لازم يكونوا سكنين بالإمارات بس هي جاليات نحول العالم يعني مثلا مثل مين؟ عندنا الدولة الأمريكية، عندنا الدولة النجيرية، عندنا الدولة الإيطالية، عندنا سوريا، لبنان، عندنا كثير جاليات مختلفة متعددة. تحتظنها طبعا هي جاليات موجودة في دولة الإمارات، في إمارة أبوهابي. طبعا. طيب إذا تكلمنا عن موضوع التطور في هذا المجال، يعني كيف ناوي إن شاء الله التطور في مجال العمل الإنساني وخصوصا في عالم الطفل؟ نحن شغلنا بيبلش بعد سمول ويرلد، يعني الإيضان كله ساحب ياخذ من وقتنا كثير وقت لنحضر له ونشتغل مع الجاليات اللي بيشتغلوا معنا بدون أي... العمل يبدأ ما بعد الفعالية هذه. نحن نحكي مع هؤلاء الجمعيات، في جمعيات في بلدان ما نروح لعندن، مثل عملنا في 2011، رحنا على كثير بلدان نتأكد إنه هاي الريع ووصلهم، شو عملوا بالأطفال اللي نحن بعطناهم؟ أنتم يعني حين تستلموا المبالغ هذه يتم توزيعها على منظمات إسلامية عفوا إنسانية معينة، هاي المنظمات هل هناك ضوابط أن تختاروها مثلا معينة؟ نحن نعمل بحث من جهة الخاصة لـ Small World، وطبعاً نحن كمان مع الهلال الأحمر اللي هون كمان بيعملوا ضبط لهالموضوع، بيتأكدوا إنه جمعيات ليست سياسية أو يعني دينية، وبيتأكدوا إنه يعني صحيحة الجمعيات لا يقدر ينبعث لها الريع. وكيف تتأكدوا إنها بعثة الرأي إلى المستحقين؟ من خلال الهلال الأحمر، نحن يعني منتفقين معهم بالوقت المناسب بيبعثوها، وبس يبعثوا الريع، نحن ساعتها بيبلش شغلنا. يعني إذا قلنا إنهم يضعوا، يعني الهلال الأحمر هم اللي يضعوا الضوابط مثلا معينة للمستخدين؟ نحن وهن نعمل ضوابط، أكيد هن بيعملوا ضوابط إنه يتأكدوا إنه جمعيات هاي غير سياسية وغير دينية، أكيد. طيب بالنسبة للأرقام التي حصلتم عليها، تطلعوا المشاهدين عليها؟ مناش نحدد الرقم الهلق لأنه نحن بعدنا نطرين تبرعات لـ 31، يعني بعدنا عم نتقبل تبرعات لـ 31 مارج، من خلال هلال الأحمر أكيد، تبرعات من خلال هلال الأحمر. جميل، سمعنا أن هناك كان معاكم فنانين مشاركين أيضا في هذا المجال، قبل لا نبتدي بالأسماء ومنهم الفنانين، شو رأيكم أنتم كمؤسسين لهذه الحركة الإنسانية؟ تفاعل الموثلين والفنانين معاكم، شو تعني لكم؟ تفاعل جيد جدا، أنا أعتقد أي إنسان يعرف أنه للخير، للأطفال بالذات، عم يكون كثير تجاوبا إيجابي معنا، يعني اللي مش بيقدر يحتروا معنا بيكون بسبب ارتباط مسبقا بفعاليات معينة. طيب خطواتكم بالنسبة على الصعيد المحلي القادمة إن شاء الله في المستقبل، ما هي؟ لدينا خطوات كبيرة إن شاء الله، بكبر الإمارات لأن الإمارات دائما هي السباقة، أنت تنتقلوا من أبوظبي، ممكن تروحوا مكان ثاني دبي مثلا؟ لا، ممكن تكون بدبي، بس إذا نحن مركزين على أبوظبي، ممكن يعني، لأنه كثير من الناس عم يسألون أن نعمل سمورورولد بأكثر من مكان، بس نحن سمورورولد بلجناها بأبوظبي، ومنحب إذا نكمل بأبوظبي. نحن طبعاً نشكركم على هذه الجهود النبيلة المتميزة التي تقومون فيها لخدمة وراءة الطفل في كافة أنحاء العالم، وإن شاء الله أن جهودكم تتكلل بالنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، السيدة سلام حمزة غيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاش إيفنتس، والرئيس ومؤسس فعالية عالم صغير، شكراً جزيلاً على سبورج، نتمنى لكم إن شاء الله تتوفق.